أستاذ بحمود مباراة احنا من مباراة المباراة ومن أسبوع لأسبوع دائما مباراة الأهل بتبقى مباراة صعبة ومن بطولة لبطولة طولة قفلنا كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا حنذهب بقى إلى الدوري العام المصري رأي حضرتك مبدئيا كده في ضغط الأربع مباراة القادمة قبل ما نتكلم عن مباراة بكرة طبعا ده هو أمر طبيعي هو قدر البطل كده إنه خلاص مصم متلاحم مفروض عليك وانت عليك أن تتقبل ده مش جديد على أهل على فكرة يعني لو في السنتين الأخارة هتلاحظ إنه إيه عندك بطولة دوري تاريخية يعني توقف كأسهم أفريقيا ثم عودة وبطولة متلاحمة على طول ما فيش فيها راحة من وجهة نظري الخوف مش على الموسم الحالي المفروض يبقى فيه تفكير بديل للموسم اللي جاي يعني لازم فيه عشان تكسر الفترة دي وعشان تعود المسابع إلى حالتها الطبيعية إنك إذا تعمل موسم استثنائي تهدي فيه الجو كده وتراجع لأنك إنت يداخل علي عندك داخل كأس عالم ده كمان دوري أبطال أفريقيا دلوقتي بقى وضعه مختلف خالص ما كانش بقى بيبدأ مع موسم من تهم على الموسم معك برضو مصابعات المحلية بتاعتك فأعتقد إنه ده قدر خمسين يوم غياب عن المصابعة المحلية في ظروف خارجة عن إيراته بشارك فيه دوري أبطال أفريقيا شركة العالم للأندية موسم متلاحم جهد كبير جدا أغلق الصفحة الأفريقية بمعاني بعض الوصول للمباراة النهية واقترابه بإذن الله تعالى من تحقيق اللقب العاشر بإذن الله دوري أبطال أفريقيا مباراة بكرة مباراة صعبة عنده أربع مباراة اللي هو يوم اثنين ويوم أعتقد يوم خمسة واحد واربعة وثمانية واثناشر فأعتقد أنا من وجهة نظري شايف إنه بتاعت اثناشر دي وتريح شوية عشان كمان الكلام عن النهائي الأفريقي فيه كلام كده يدى لدولاتي متنطور وإشعات وحواديت وهتتلعب وتتنقل مش هتروح ما بحبش أنا الكلام لها بعب إنه إيه بسهو خلي بالحضر لك إحنا إنت كنادي أهلي إنت مركز إن شاء الله مالك شاء الله إنت مهمتك حصل حاجة تانية تتقلق بص مهمتك مهمتك كبني دولاتي إنك إنت في التلت أو أربع أمبراتي إنك إنت تاخد العلامة الكاملة إنك إنت تحصل العلامة الكاملة هتصدر بقى ضغط للمنافسك مش المنافسة هو لا يضغط عليك صح لإنه إنت فوزك في المباراة تتجاوز مباراة بكرة بإذن الله تعالى في المباراة الأخرى خلي بالك مباراة بكرة مباراة مهمة جدا طبعا بالنسبة للنادي يعني على الصعيد المنافسة على العلاقة بالدورة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر